طيب خلصنا أخبار النادي الأهلي كده خلينا نروح للأخبار المحلية هنبتد أخبارنا المحلية بخبر تأخر كثيرا طالما لدينا هنا في برنامج الأبطال أنه يعود تاني نشاط السيدات والناشئات لكرة اليد زي ما فيه رجال وناشئين كنا عايزين سيدات وناشئات الحقيقة اللجنة المؤقتة يعني أخيرا يعني سمحت لطبعا فريق 18 سنة أو ناشئات 18 سنة هي شركة مشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 18 سنة بغنية وده خبر جيد جدا جدا هقول لكم ليه منتخبنا الوطن ناشئات كرة اليدات تحت 18 سنة مؤوليد كان مؤوليد 2004 هيشارك في بطولة كاسر أمم أفريقيا رقم 17 دي النسخة السبعتاشر من بطولة أفريقيا في الفترة من 26 فبراير وحتى 6 مارس فيه غنية عاصمتها كوناكري البطولة هيشارك فيها خمس منتخبات بس مين غنية مصر الجزائر سراليون غنية بساو ويضم الجهاز الفني لنشأة مين محب برضو نعرف السادة ومشاهدين بجهاز الفني محمد فرغالي مدير فني شريف الشامي مدرب عام أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى محمد سليمان محلل أداء فني أداء فني حفني عبد المقصود دي طبعا الفرق المشاركة ولعلانة على البطولة حفني عبد المقصود مدرب الأحمال شيرين منصور مدير إداري الدكتورة من نت الله بدوي أخصية العلاج الطبيعي هل ده بادرة أو بداية إن احنا نشوف منتخب سيدات كبير اه احتمال كبير جدا طرامة بدأنا كده ممكن ده يبقى نواة المنتخب الكبير 18 سنة ده يعني ممكن يبقى نواة مع التطعيم طبعا مع اللاعبات المحترفات مع اللاعبات مصر اللي موجودين في الدور المحلي يا رب نشوف ده ان شاء الله ما تبقى دي البداية وليست النهاية عايزين نشوف منتخب مصر الكبير لسيدات بحق إنجازات زي وزي الرجال نقدر مش صعبا الموضوع كله احتكاك واعداد جيد زي ما قال كابتن يحي يوسف واستمرارية استمرارية يعني استمرارية يعني تبقى دي سياسة الاتحاد زي الرجال بالظبط احنا النهاردة بدأنا هو نكمل نعمل المنتخب يستمر المنتخب في حالة تجمع مستمر بطولات بيشارك فيها باستمرار 4-5 سنين وهنلاقي منتخب السيدات في حتة تانية خاصة إن احنا عندنا عندنا لعبات مار وعيد عبد الملك برا فرنسا وبالمناسبة هجددت مع فريق نيس الفرنسي 3 سنوات قادمات عندنا رحاب جمع ايضا بنت النادي الاهل بتلعب في الدولة الفرنسية عندنا مجموعة من المحترفات برا مستوى جاية يبقى نقدر اه نقدر واللجنة المؤقتة الحقيقة خدت خطوة ده نشكرهم عليه اشتركوا في القناة